الدنيا مقلوبة على أنغام من يوم الجمعة بسبب أن هي رجعت لبسة نفس الفستان اللي لبسته في السعودية في حفلتها من سنة في حفلتها يوم الجمعة ده فستان من تصميم زهير مراد لسنة 2022 وهو نفس الفستان اللي لبسته أنغام مع بعض التعديلات طبعا زي ما أنتوا شايفين الفستان مفتوح جدا وبالتالي أنغام رفضت أنها تلبسه كده وزودت حتة من تحت أنها تقفل بيها الفتحة دي وكمان قفلته من فوق وأنغام يوم الجمعة كان عندها حفلة في الأهرامات في منطقة الصوت والضوء ولبست نفس الفستان تاني وزي ما قلتلكم كانت لبسته من سنة في السعودية فكل الصفح بقى قامت عليها شرطة الفن وشرطة الموضة وشرطة المشاهير وكل البيجز دي اتكلموا على أنغام أنها ليه عملت كده وكأنها حاجة عيب أنها تعيد استخدام نفس الفستان مرة تانية في حفلة عائلي بسيط احتفل الفنان علي الحجار بحفل زفاف ابنه أحمد وبكده يكون عدى 40 يوم على وفاة النجم مصطفى درويش يا ريت كلنا ندعيله بالرحمة مين البنت دي بقى اللي في الصورة واللي بتحتفل بأن النهار دا عيد ميلادها الثامنتاشر تبقى الطفلة جانا يا جماعة اللي كانت بتمثل من سنتين تقريبا وهي لسه طفلة بشكل مفاجئ أعلن النجم محمد رمضان أن في المعزيرو هو وينيلي كريم مش هيتعرض في عيد الأضحى بعد ما كان خلاص هيتعرض في العيد ترجمة نانسي قنقر